لا بجد المرة دي مش عايز حضرتك تعرف التحديثات وتسكت لا انا عايز رأيك في الكومنتات بعد اذنك لاني هقول في اخر الفيديو كلام مهم جدا من القلب الى القلب في تحديثات الفترة الاخيرة بدأت تظهر للبعض من منشيين المحتوى والتحديث ده لو جينا فتحنا جوجل كروم وفتحنا اليوتيوب ركز بقى لان في حاجات كتير جدا هتوحشك وحيتغير مكانها هنا بالاضافة الى المكتبة وفي بعض الحاجات اللي هتتغير هنا كمان ركز معايا انا جايب لك الصور وكمان الفروقات يعني لو جينا فتحنا الصفحة دي اول حاجة موجود الاطلاع على قناتك بدل ادارة حسابك وحسابك على جوجل اصبح لي تبويب خاص وتبديل الحسابات نزل تحت وطلع لك استوديو اليوتيوب والتسجيل الخروج متواجد زي ما هو وميزات اشتراكات دي بقت موجودة او عملات الاشتراكات دي مش موجودة لان انا عندي هنا بريميوم هنا مفيش بريميوم عمليات الاشتراكات زي ما هي بياناتك تحت البيانات دي انضافت تحت للي تحت فمعنى كده ان هي تغييرات شكلية بس انا عايزك تركز معايا برضو لاني هتكلم عن حاجة مهمة جدا التحديث التاني الخاص بالمكتبة المكتبة اللي هي ظهر هنا بص المكتبة دي شفت المكتبة دي بدأ يكون فيه تحديث والتحديث ده ده سابقا وده الجديد بص هنا المكتبة اصبحت قناتك قناتك بص المكتبة قناتك السجل فيديوهاتك مشاهدتك مشاهدتك لاحقا فيديوهات عجبتني وهنا فيه عمليات تنزيل لان انا بريميوم لكن هنا مفيش لان ده مش بريميوم فلازم تفهم ان التغيرات دي هتتغير هتتغير عند الجميع هي دي التغيرات هو دو وهو دي الحاجة اللي لازم نشرحها هي دي الحاجة اللي احنا بنعاني منها في نقص المشاهدات هي دي الحاجة اللي الناس كلها بتشكي ان المشاهدات ما بتحسبش ما فيش احتساب مشاهدات هي دي انتو عاملين القلق ده والقلق اللي بيحصل ده وتأخير احتساب بالسبب التحديث ده انا كنت متوقع ده حديث اقوى انا كنت متوقع تحديث اعظم يعني هو قاعد فترة طويلة جدا كان تحديث في الصفحة الرئيسية سيء بس يا عم سيء ما تجليش بالتحديث ده يعني غيب وغيب وغيب وارجع بكرامتك غيب وغيب وارجع بشقاوتك لكن تغيب وتغيب 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 وترجع ناظر بتغير مين مكان مين يا جماعة اللي قصير وراء وتويل قدام اللي عالجنب يجي جنبه والجنب التاني يروح الجنب التالت اعتقد ان اليوتيوب محتاج يفوق والتحديثات لازم تكون جزرية لمنشئ المحتوى اللي بدأ يزهق ويقرف ويتخنق وبقت بلاوي وبقينا بننزل الفيديو ما وصلش اقتراحات ولا اشعارات والموضوع مش لي هم ما تخلناش نكون مدعين اكتر من كده اللي بيحصل من اليوتيوب زي اللي بيحصل بزبط من شركة الكهرباء في المصريين بالزبط عمالين يخنقوا على منشئ المحتوى خنقه انا معرفش هتوصل بنا لحد فين فهدوا شوية كده وعملوا تحديثات طروق وطليق بمنشئ المحتوى وحاول على قد ما تقدر انك تجزى بالمعلن تاني لانك خسرت المعلنين كتير جدا بسبب الفيديوات القصيرة اللي انت عملتها يلي منك لله قعدنا نقول مئة الف مرة بلاش تحط اوم الفيديوات القصيرة بنفس التطبيق دلوقتي بدأت تعتمد عليها اعتماد مباشر في الصفحة الرئاسية حاجات تحزن حاجات تحزن والله والله حاجات تحزن احنا عايزين نشتغل اسمحونا الفرصة اننا نشتغل خلنشوف تحديثات عظيمة انا لما اقول لواحدة بتاع طبخ معلش يا جماعة السلسطة يوتيوب من نزل من تحت طلع فوق هتقول لي نعم يا سلسطة تحديث ايدي يا سلسطة اقول له تحديث والله التحديث اي اقول له والله دي تحديث تحديث حصل والله ما تضربنيش ما تضربنيش انا ميش علاقة على اموم هي دي التحديثات اللي هم بيقولوا عليهم علشان يقول لو متواحد فكرة ما عملتش فيديو انا عملت فيديو ولكن انا عايزين تحديثات قوية ايه يا يوتيوب نايم ليه فوق فوقوا ادينا تحديثات قوية ادينا اعليات للقناة الاقل من خمس دقايق ادينا حاجات تفرح منشئ المحتوى ادينا استمرارية ادينا الريلز الشورتز يتحسب من الاربع تلاف ساعة مشاهدة زي الريلز ادينا حاجة تحسس منشئ المحتوى انه عايز ينجح ان في حاجة بيلعب عليها حيتطور يا جدع ده الكلام ده طالع من قلبي وانا عايز انام ما بالك لو كنت فيقلك كنت لطشتلك اكسم بالله احمد ربنا ان انا صحي من النوم لان لو كنت صحي ما كنتش حسيبك شكرا للجميع